تحية طيبة إليك كريم بحضور عدد من الوزراء ونواب من مجلسي النواب والشيوخ والمنظمات الدولية والتموية كما أوضحت كريم انطلقت في تمام الساعة العاشرة والنصف فعاليات مؤتمر حقوق الإنسان بناء عالم بعد الجائحة هذا المؤتمر الذي كما أوضحت كريم ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على مدار اليوم سيكون هناك ثلاث جلسات سيتم مناقشة العديد من القضايا أهمها حقوق الإنسان في مجالات مختلفة منها الاقتصادية التنموية الاجتماعية التعليمية الصحية لمزيد من التفاصيل يسعدنا أجراء هذا اللقاء مع الدكتور جمال عبد الجواد وهو عضو الهيئة الاستشارية ومدير السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بداية برحب بحركة على شاشة القناة الثانية فندم وصباح الخير عايزة أعرف من حضرتك الهدف الرئيس من تنظيم هذا المضامر تحديدا في هذا التلقيت في حوار دولي كبير بدأ للتفكير في عالم بعد كورونا العالم كله تأثر بشدة بهذه الجائحة الجائحة كشفت أوجه قصور كبيرة جدا في العلاقات الدولية في التنظيم الدولي في السياسات اللي بتطبقها الدول الإنسان والقلب والجوهر في كل السياسات اللي بتطبقها حكومات العالم الإنسان تضرر جدا بهذه الجائحة ليس فقط بسبب المشكلات الصحية إنما أيضا بسبب ناس فقدت وظائفها بسبب أعمال تعطلت بسبب طلاب ما عنوش قادرين يروحوا لمدارسهم كل ده تأثير كبير في العالم والعالم بيفكر في إنه إزاي نبني العالم بطريقة أفضل وفي القلب منه مفهوم جديد لحقوق الإنسان المركز المصري قرر إنه يقوم بدوره يسهم في هذا الحوار العالمي يوفر منصة يتحاور فيها مفكرين مصريين وممثلين لهيئات الدولة المصرية وممثلين لهيئات دولية على أمل إنه ده يقدم بعض الأفكار اللي تساهم في بلورة رؤية دولية في اتجاه تصور أفضل للعالم إن شاء الله بعد انتهاء هذه الجائحة العينة يمكن يعني دكتور جمال أهمية هذا المؤتمر تكمن في إنه الأول من النوع الذي يتطرق لمفهوم حقوق الإنسان خاصة فيما بعد جائحة كورونا يعني كما ذكرت فيه المقدمة سيكون هناك اليوم ثلاث جلسات يعني محاورها هي الصحة التضامن الاجتماعي عيد أعرف من حضرتك تفاصيل عن أسباب اختيار هذه الموضوعات ليتم منقشتها النهاردة الأمم المتحدة في ذكرى الإعلان العالمي اليوم العالمي لحول الإنسان ديسمبر الأخير أطلقت ما يمكن أن يعتبرها أجندة معززة لحقوق الإنسان أجندة لحقوق الإنسان في عالم ما بعد كوفيد 19 ركزت فيها على عدد من القضايا هذه القضايا هي اللي إحنا أخذناها في الحقيقة وضمنها في الجلسات الثلاثة فيه قضايا تتعلق بالحق في التنمية المستدامة وده بالأساس بيغطى عندنا في الجلسة الأولى فيه قضايا تتعلق بمكافحة عدم المساواة لأن الجائحة ضربت العالم كله لكن مش كل العالم تأثر بنفس القدر الفئات الأكثر ضعفا تأثرت أكثر من غيرها ومنسمى عدم المساواة الموجودة في مجتمعاتنا جعلت جزء من البشر عرضة أكثر للأثار السلبية لهذه الجائحة فكل أشكال عدم المساواة والتمييز هي ما ننقشه في الجلسة الثانية وفي الجلسة الثالثة قضية التضامن التضامن بالمعنى الدولي التضامن بالمعنى الداخلي هو الموضوع اللي بنقش في الجلسة الثالثة دكتور جمال عبدالجواد يعني عضو الهيئة الاستشارية ومدير السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنا أشكر حكا شكرا جزيلا أشكرك يعني كما أوضح لنا ضيفنا الكريم كريم كانت هذه أبرز أو تفاصيل عن فعاليات المؤتمر اليوم والآن عودة إليك مرة ثانية